وانا كنت عايز سألك هنا كابتن هيا بفعلا لو هنكلم عن فاركو هل بتعتقد فاركو يعني هيقفل خطوطه ومش عايز يحصل فيه او يعني يجي فيه اي جول ولا على الصعيد الاخران هلاقي بالعكس هجوم يعني بتتوقع فاركو ازاي سير المباراة من ناحيته هتكون كابتن مجدى عبدالعاطي مدرب هجومي يعني من اول الدوري يعني حتى هو كبداية بدأ بتلت هزايا متتالية بعد كده حصل فترة توقف جدد السكة في مجلس ادارة نادي فاركو فدد له سكة اكتر بعدها يرجع بتلاتة فوز متتالي وبعد كده حصل توقف بعد كده يرجع بمكسة بمخسارة يرجع بمكسة بمخسارة من الناس زي ما قلتلك من اول الموسم بيطبق تلاتة اربعة تلاتة بيلعب بسلاسي في خط الده رامي صبري عبدالله بكري احمد عبدالعز مودي السلاسي عندهم خبرات ولكن في شوية بطء شوية يقدر النادي الاهلي يستغل للامور دي لكن هم السلاسي عنده خ كبير جدا في الدور المصري بيعتمد عليهم كابتن مجد عبدالعاطي في تأمين خاط ضهره وخبراتهم الكبيرة جدا عنده اثنين في وسط ملعب محمود عماد ومحمود حمادة اثنين لعيب كويسين جدا يعني هو كابتن مجدي كورته هجومية يعني احنا هنشوف المباراة جميل ان على الصعيد الاخر الاهلي اكيد والمتوقع ان هو هيهاجم وهو ممكن يستغل هو تفكير كابتن مجدي النهاردة يعني ممكن يفكر في حاجتين ان انا باغت النادي الاهلي واستغل لحالة الحالة اللي النادي الاهلي فيها وجاي من هزيمة فانا ابدأ اباغة النادي الاهلي بحيث اللي انا لو احرصت هدف مبكر هربك حسابات النادي الاهلي وهصدر التوتر والقلق للنادي الاهلي اكتر فده ممكن يكون تفكير وممكن يكون برضو تفكير التاني لكابتن مجدي عبدالعاطي النادي الاهلي هيكون جاي مركز قوي وعايز ينهي لقاء بدري بدري فكون حذر في البداية وكون مأمن دفاعاتي ولعب على المرتدات بشكل كويس او الكونتر اتاك لان عنده برضو عمر جمال عنده شكري نجيب عنده لعيبة كويسة عنده يعني لعيبة تقدر تصنيعنا للفارق في الناحية الهجومية فاعتقد ان المباراة البداية مهمة جدا لنادي الاهلي. نادي الاهلي محتاج يخلص المباراة بدري مش محتاج يدخل فارقه في اللقاء لان فارقه من الفرق اللي ما بتيقاس فرقة عندها إمكانات وعندها دكة بودلاء كويسة جدا. فده ممكن يصعب اللقاء على النادي الاهلي لو نادي الاهلي استمر في مجارات فارقه لحد اخر اللقاء.